السعودية خالية من أي إصابات بفيروس كورونا وهي مستمرة في بذل أقصى الجهود لضمان عدم وصول المرض إلى أراضيها المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أكد تواصل المساعي وتطبيق أعلى مستويات التأهب والاحتياطات بما يضمن تعاملا مثاليا مع هذا الفيروس من خلال مجموعة خطوات وقائية وبتضافر جهود مجموعة من الأجهزة الحكومية في المنافذ المختلفة ونوهت وزارة الصحة إلى استشعار السعودية لمسؤوليتها تجاه حماية المواطنين والمعتمرين والزوار للمشاعر المقدسة لافتة الانتباه إلى مجموعة القرارات التي اتخذتها في إطار هذه المسؤولية وأشادت منظمة الصحة العالمية ممثلة بمكتبها الإقليمي في شرق المتوسط بالإجراءات التي اتخذتها الرياض للتصدي لفيروس كورونا ومنع انتشاره بالنسبة للمملكة العربية السعودية وبقية الدول التي علقت أو ألغت أو أجلت المناسبات ذات التجمعات البشرية يهدف هذا إلى تسريع اتخاذ الإجراءات الوقائية كافة نحن نتوقع أن يتيح ذلك القرار للسعودية فرصة لتعزيز تدابير مكافحة الأمراض داخل حدودها في الوقت الحالي بدوره أشاد الأزهر بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها السعودية لمنع انتشار فيروس كورونا بين الراغبين في أداء مناسك العمر أو الزيارة وقال الأزهر في بيان إن هذه الإجراءات جائزة وواجبة لحفظ النفس داعيا إلى توخي الحذر واتباع كل التعليمات الوقائية